أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة فيهنة يحذر من الأحزاب الإسلامية المؤدلجة وده كان الدكتور عدنان أسلام اللي خرج بيقول أن وجود بعد إعلان وجود أول حزب إسلامي وعزمه على خوض الانتخابات البرلمانية القادمة يعرض الدكتور عدنان أسلام تخوفاته أن بداية وجود أحزاب دينية أو الحزب الإسلامي هناك خطورة على المرأة هناك خطورة على الديمقراطية وخطورة على المجتمع ككل أو المجتمع الأوروبي بشكل عام تعليق حضرتك على تخوفات الدكتور عدنان أسلام يعني بصراحة أستاذ مدوح هذا خبر بالغ الأهمية يعني موضوع أنه إنشاء الحزب الإسلامي الـ EPO الحزب الإسلامي النمساوي ومقره في فينر نوشتات صراحة ليس في فيننا إن كان يوجد خضاء في الخبر مكتوب أمامنا مقره في فينر نوشتات هذا نتيجة ورد فعل على خيبة الأمل التي التي فعليا تعصف وتحيط بالعديد من المسلمون في النمسا من الأحزاب الكلاسيكية SPO, FBO, OVB, Grona, News يعني بصراحة يوجد إحباط من هذه الأحزاب لأنها لم تكن بصالح المسلميون الموجودين بشكل حقيقي تذكروا أستاذ ممتوح الأسبوع الماضي شو الخبر اللي أخدنا الرئيس النمساوي لم يعايد المسلمون في النمسا هذا نحكي الشخصية الفهمانة بيهم الشخصية الفهمانة ما بين الساس النمساويين لم يعايد ولم يجاملهم بهذه المعايدة وبالتالي هذا الحزب الجديد الذي يريد أن ينشأ وأعتقد سيكسب العديد من الأصوات سيكسب العديد من الأصوات بس هناك اعتراض على فكرة من الأحزاب هناك اعتراض هناك اعتراض طبعا لأني كان حزب الاشتراكي شكرا لك أول ما اعترض الحزب الاشتراكي قال وقال نرفض الأحزاب التي تستند إلى أديولوجيا معينة نرفض الأحزاب التي تستند إلى أديولوجيا دينية يعني إن كانت مسيحية ولا إسلامية ولا أي شيء آخر ولكن هذا الشيء بصراحة لا يمكن التراجع عنه لا يمكن إلغاءه ما فينا نحطه ونعمل حالنا ما لنا شايفينه فبالتالي لا بس أنت هل تعتقد أن الموضوع دو ممكن ينكح الموضوع دو ممكن جدا على الأقل إن لم ينجح سيسحب العديد من الأصوات من الحزب الاشتراكي تحديدا من الحزب الاشتراكي وستتزهر الحزب الخضر والخضر يعني لا يوجد مسلمين كتير ينتخبون الخضر صراحة الحزب الاشتراكي تحديدا هلأ رح نيجي ليش الحزب الاشتراكي وستخسر هذه الأصوات لأنها لن يستطيع تحقيق الأربعة بالمئة الدستورية التي تخوله لدخول البرلمان النمساوي أضيف على ذلك ماذا قال السيد عدنان أصلا أو الدكتور عدنان أصلا قال الدكتور عدنان أنه يوجد العديد من الشخصيات الإسلاموية الموجودة ضمن بعض الأحزاب النمساوية ونحن نعرف وندرك النمساوية هنا أشخاص محسوبين على حزب الاشتراكي بالضبط يعني محسوبين على التشدد أو الخطاب المائع الذي تنتهجه ماذا من الهيئة الإسلامية كنا نتحدث عنه يوجد أشخاص مسلمين ينتهجون الخطاب المائع الخطاب الذي ليس له أي قيمة داخل هذا الحزب على أساس ماذا يوجد مسلم ما يمثلكم نقطة انتهى فبالتالي يا سيد الكريم اليوم حجب الصراعات التي تحزز فيها الشرق الأوسط والقضايا والتمييز وعدم الاكتراف وعدم الاحترام المسلمين في النمسا وغيرها يقول لك لا أنا خليني يشوف حزب إسلامي أنتخبه خليه يطلع ويعبر عني بغض النظر اتفقنا اختلفنا عن هذه القضية قصة أخرى ولكن لماذا نشأت وجاءت هذه الفكرة هذا بسبب الخلل يا سيد الكريم الذي تتركه الأحزاب النمساوية هنا والتي ما زالت حتى اليوم ترفض التعامل مع الآخر بشكل حقيقي صحيح يوجد تعددية صحيح يوجد ديمقراطية صحيح يوجد يعني مكافحة للتمييز وما إلى ذلك ولكن لا يوجد احتواء احتواء لا يوجد يا سيد الكريم ونحن ندرك ونعرف ماذا نقول بالضبط أنا بقالي هنا بالنمسا أكثر من يعني عشر إلى اتناشر سنة في النمسا لا يوجد احتواء حقيقي لرأي وقضايا المهاجرين من الديانة المسلمة وحتى سيد الكريم المهاجرين من الشرق الأوسط بما فيهم مسيحياء الشرق الأوسط أيضا لا يوجد احتواء حقيقي لهذه المجموعات هم بينظروا الموضوع الدين ده أصلا أنا بقول لك بغض النظر يا سيد الكريم هم لا ينظروا لكن هذه الشريعة بوجود هل يوجد إذا يوجد 700 ألف إلى مليون إلى مليون مسلم اليوم موجود في النمسا لا يوجد احتواء احتواء ثقافي احتواء حضاري اعتراف بالآخر بشكل حقيقي طيب إزاي بهموا مع الترفين دろئا في الدين لا 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 يا سيد الكريم الله خليك اعتراف بالدين اعتراف بالدين شيء الله خليك البروتокول شيء والواقع شيء آخر بس ينفس في الواقع إيه بس الواقع يعني كان الأول دلو قده في اعتراف اللي متى 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 يوجد برلمانيين اعتراب الكنيسة الارثوذكسية موجود الاتراب الاسلام موجود وكل حد بيقدر يجيب مدرس يدرس لا تقولني ما لما اقوله الاديام معطرف فيها انا اقول لك الاعتراف الاعتراف الحقيقي بالوجود البشري لهؤلاء الاشخاص بثقافتهم بوجودهم باعيادهم بمناسباتهم بكتير امور هذا الشيء لا يوجد الهيئة الاسلامية اليوم هيئة تركية العرب غير معنيين بها العرب الكثير من العرب اليوم غير معنيين بالهيئة الاسلامية ليست مشكلة النمسا طيب البلازم هو المفروض الهيئة الناس برضو تترشح هذا موضوع لا اعتقد انه يناقش بهذه الطريقة المهم ان اليوم الحزب الاسلامي انا اعتقد هو واقع وضرورة ولكن حتى لو انا لم اتفق معهم نحن قمنا باجراء استطلاع على النمسا ميديا اعتقد قبل 12 ساعة مساء صراحة نشر الاستطلاع شارك به 408 اشخاص قلنا هل تؤيد انشاء حزب اسلامي في النمسا ويدافع عن قضايا المسلمين 50% اقول لك نعم نريد تأيد نريد هذا الحزب 18% قال لك لا نؤيد 32% قالوا لا يجوز او لا يجب ادخال الاسلام بالسياسة يعني فينا نقول في انقسام 50% مع الحزب 50% ضد الحزب هذه نتيجة شو؟ هذا عنوان عنوان يا استاذ ممدوح ان يوجد شريحة كبيرة بتقول لك لا انا بدي حزب سياسي يعني 50% يعني 200 شخص وهدول ال400 يعني يعني يعقلوا بيعبروا عن عن الضمير العام عن الهواء العام للمسلمين في النمسا ف50% بقول لك انا نعم اريد حزب اسلامي اذا هذا الكلام اذا سيد الكريم هذا استطلاع رأي الاستطلاع الرأي عندما يتجاوز ال600 شخص يعبر عن من تتحدث انتم باسمهم بالنمسا بقول لك اجرينا استطلاع رأي مع 600 شخص بيتحدث باسم النمسا قال النمساويون انه كذا 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 ان الفقر يزيد ان الغلاء مناسب غير مناسب ان الحكومة جيدة اذا استطلع على 600 شخص طبعا بطريقة علمية وبطريقة مدروسة هذا يمثل الوضع العام ف400 شخص 400 شخص الاستطلاع اللي قبله كنا عم نحكي فيه بصراحة قداش كان فيه 800 شخص قداش كان فيه 600 عفوا 600 شخص اللي كانوا عم يحكوا موضوع اللي هو ضرب ضرب اسرائيل الميليشيا حزب الله الارهابي فبالتالي يا سيد الكريم اليوم الحزب اسلامي اعتقد انه اصبح ضرورة ويعبر عن الكثير يعني انت مع وقود حزب انا لاش توم مع نحن نفند الفكرة انا ضد ان يدخل الدين باي حالة سياسية ولكن انا ضد ضد ان يتجاهل فئة في المجتمع عن قصد او بغير قصد من الحالة السياسية انا ضد ان يتجاهل انا ضد ان يتجاهل انا ضد ان يتجاهل انا ضد ان يتجاهل انا ضد ان يتجاهل